رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف لحناتي حفلة خريج الفوج الثاني والثالث من الضباط المجسرين الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الطيران وعلوم المراقبة والملاحة الجوية والمرشحين في تخصص علوم المراقبة الجوية وعلوم السلام الجوية في كل يد سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحناتي اليوم الأربعاء حفلة خريج الفوج الثاني والثالث من الضباط المجسرين الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الطيران وعلوم المراقبة والملاحة الجوية والمرشحين في تخصص علوم المراقبة الجوية وعلوم السلامة الجوية في كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران وقال عميد الكلية في كلمة له إنما حققته الكلية الجامعية من إنجازات خلال فترة قياسية يترجم رسالتها ورؤيتها في التحديث المستمر للعملية التعليمية إذ صدر مؤخرا قرارا باعتبار الكلية عضوا فاعلا في اتحاد الجامعات العربية وقد أصبحت معترف بها رسميا من كافة الجامعات العربية ومعظم جامعات دول العالم إضافة إلى أن الكلية حصلت على ترخيص عدة دورات أهمها الدبلوم المهني في إدارة موارد الدفاع كما سيحصل جميع خريجي كلية الملك حسين الجوية على درجة البكالوريوس أسوة بخريجي الجامعات المدنية والكليات العسكرية وأضاف أن الكلية استطاعت تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه ضباط سلاح الجو الملكي من خلال استحداث تخصصات جديدة منها علم السلامة الجوية وتكنولوجيا صيانة الطائرات وتشغيل الطائرات المسيرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية والإقليمية ما يسهم في رفع كفاءة الضباط وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية في مجال الطيران وفي نهاية الحفل وزع رئيس هيئة الأركان المشتركة الشهادات والجوائز التقديرية على الخريجين